تشارف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا على الانتهاء بعد فرز أكثر من 99% من أصوات الناخبين بحصول الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.40% مقابل 44.96% لمنافسه كمالكي الجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بحسب اللجنة العليا للانتخابات أرقام تشير إلى أن منصب رئيس الجمهورية لم يحسن بعد ما يعني الذهب إلى جولة إعادة بين المرشحين في الثامن والعشرين من الشهر الجاري الانتخابات التركية لقت اهتماما بالغا على المستويين الإقليمي والدولي ووصفت بالتجربة الديمقراطية الفريدة إذ سارت العملية الانتخابية بسلاسة وبدون أي مشاكل تذكر بحسب وزير الداخلية سليمان صويلو ورئيس اللجنة العليا للانتخابات هي المرة الأولى التي لا تحسم فيها الانتخابات التركية من الجولة الأولى إذا ما بقيت النتائج على حالها ما يعكس احتدام المنافسة التي وصفت بغير المسبوقة في ظل أكبر نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ تركيا مشاركة قد تكون بذات الزخم أو أكبر في الجولة الثانية لتحديد من سيفوز برئاسة تركيا خصوصا مع تصريح المرشح سينان أغان أنه لن يعطي أصوات ناخبيه التي تجاوزت 5% لأي من المتنافسين وعلى الرغم من أن نتائج انتخابات اليوم ليست كسابقاتها بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي لأسباب عدة من بينها الزلزال والأزمة الاقتصادية إلا أن مراقبين يؤكدون أن تقدم أردوغان على الرغم من عدم حسمه هذه الانتخابات من الجولة الأولى مؤشر على استمرار شعبيته في الشارع التركية فحتى الولايات التي ضربها الزلزال أعطت صوتها لأردوغان ما يشير إلى أن الأخيرة لا يزال يحظى بثقة معظم الناخبين ترجمة نانسي قنقر